مرحبا برج الجوزة أهلي فيكم خلي نشوف أول شي الطاقة المشتركة أو الطاقة العامة شنو راح تكون طلع علي كرت جدا جميل كرت الحب أحس هني هذي مرحلة الطمأنينة إن أنت ومشاعر شاركك على نفس الصفحة اللهم في أمور مثل ما عودكم بعضكم مختصر القراءة قبل ما أدخل في التفاصيل المشاعر راح تكون متوافقة يعني أنتو أثنينكم تحسون بنفس الأحاسيس ترغبون في بعض بنفس المستوى أثنينكم تبون تضحون ما في شخص يبي يضحي وشخص يبي ينسحب راح يكون في التقاء من ناحية المشاعر من ناحية طاقة الماء من ناحية حتى لما نشوف هني الصورة راح تشوف في الفترة القادمة أن شريكك يقوم بالكثير من المبادرات اللي بالعادة في السابق ما كان يقوم فيها يتصل فيك أكثر يسأل عنك أكثر يهتم إذا أنت منزعج إذا أنت مرتاح يراعي أكثر يشيلك كأن نحن نقول يد هنا لا تنكتين يحرص عليك أكثر من السابق بكثير وصل هذا الشخص يمكن بطيء يمكن أن تتعامل مع برج ترابي عشان تذيء أقول بطيء أحس مشاعر بطيء لحد ما من وصلته لمرحلة تعارف للإعجاب للحب تول حين وصل لمرحلة الحب أحسك أنت يمكن يا برج الجوزاء كنت متقدم عليه كنت متأكد من مشاعرك أسرع تعرف أنك تحبه من زمان ولكن وهو اللي شوي يتأخر وهو اللي ما كان يحس بهاي المشاعر شريكك صار في نفس المستوى اللي أنت فيه الحين رح أبتدي أول شيء وأقول لك يا برج الجوزاء أنه على الرغم من طاقة الحب المتوافقة والمتبادلة بينك وبين شريكك لكن في الفترة القادمة العراقين رح تكون في الأمور المادية في الأمور الحياتية الروتينية كل يوم بيومة أحس هنا أن شريكك هذا الشخص الطرف الثالث وهو أحد من ماضي شريكك أحد صديق سابق زميل سابق رب عمل سابق أو حتى زوج زوجة سابقين حبيب سابق هاي النوع من الطاقة ولكن هذا طاقته أنه يحس أنه لحد الآن له الأحقية أن يتملك إهني شريكك لحد الآن يحس أنه وإن خرج من حياته انتهت علاقتهم ترى من زمان أو ابتعدوا عن بعض من زمان لحد الآن يوجد هو يوجد لنفس طريقة مبتكرة عشان يريد يدخل في محيط شريكك هنا شريكك اللي أحسه وايد متحمس ومستعد وينتظر بفارغ الصبر عشان يلتقي فيك يكون معاك أنت بشكل جدا حصري يمكن هذا الشخص الطرف الثالث يمكن قلت لك زوج أو زوجة سابقين لشريكك يعتمد على الجنس قاعد يقول لي في طاقته وإن كنت خسرت شريك برج الجوزاء وإن خسرته ولكن ما رح أسمح ليكون سعيد مع غيري هذه طاقته للفترة القادمة ففي الفترة القادمة رح يكون الكثير من الصدام نحن نقول يحط دوبة بدوبة أو يسوي طاقة العين بالعين والإذن بالإذن بس عشان يخرب على شريكك حياته وطاقته وتركيزه ما يبي يشوفه سعيد مع أحد ثاني يعرف حاس يمكن هنا عندنا طبعا سحبت لكم غير التارو طاقة كروت الحيوانات عشان نشوف طاقة كل طرف عندك البيفر القندس عنصره مائي شريكك عند الأخ طبوت أيضا عنصره مائي الطرف الثالث عند الفهد الصياد الشيته عنصره ناري الحمد لله صار في فراغ كبير الحين بينهم لأن أثنينكم أنتو عندكم نفس العنصر مائي مع مائي فيه توافق أنتو لو صاير بينكم الالتقاء عندنا هنا حب أنتو لو صاير بينكم الاجتماع التفاهم حتى الأمور حتى السهالات رح تشوف إنه هي الأمور بعد تتسهل بينكم كل ما تضربون باب كل ما تطرقون على باب ينفتح لكم فيه تجاوب من الحياة بشكل عام لعلاقتكم تسهيلات ولكن الفهد الصياد للأسف شفت أين ما تجه؟ ما تجه هاي الجهة ما تجه عشان يخرب سريع سريع جدا ممكن يكون الطرف الثالث برج ناري عندنا هنا أيضا طاقة نارية حمل أسد قوس أنا أحس هنا قوس سريع جدا في إنه يغلق المسافة اللي صارت بين شريكك وبينه يرجع يحاول إنه يرجع أو يعفس يخرب طاقة السابوتاجين هنا شوف النصيحة لك هي تقريبا مثل نصيحة برج الحمل ولكن شوية مختلفة شوف في الفترة القادمة رح يكون فيه صدام مباشر ما بين الطرف الثالث وشريكك يحاول أو يجبر إنه ينفتح باب مثلا لو كانوا مختلفين على حضانة لو كانوا مختلفين على رؤوس أموال على نوع من الورث بتشوف إنه يحاول أن يدخل فيه صدام مباشر يستفز شريكك استفزاز مباشر يتصل فيه يشتكى عليه في الشرطة يناديه في المحكمة وإنت يمكن هذا الشيء أيضا رح يستفزك لأنه أنت أحسي هنا أنا أتكلم مع برد جوزاء تعرف على شخص وقع في حبه هذا الشخص يمكن لما تعرفت أنت عليه أهو ما كان مستعد أهو ما كان موجود معاك 100% صبرت لأنه دائما القندس يرمز إلى التفاني والصبر والمجهود أنت صبرت وايد على هذا الشخص لحد ما ينضج ونشوف هنا بوادر صبرك وقع الحب أو بتدي تتحصل منه رح تبتدي تتحصل منه الحب المتبادل الاهتمام المتبادل كنت هاضي كنت صبر كنت تبني أوكي ولكن في نفس الوقت ما تقدر تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص كل اللي تقدر تتويه هنا من الطاقة لأنه عندنا ملكة الأرض الملكة اللي تعتني الملكة اللي تعطى الحنان عندنا طاقة الهيرمت بورتو العذراء الناسك وعندنا خمسة السيوف إذا حاولت أن تدخل في صدام مباشر هنا عندنا خمسة سيوف وقللك إذا حاولت تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص أنت رح تضر نفسك وأيضا شريكك لأنه تشوف كأنما هني يقول لك نوع من أنتوا كلكم اعتبروا نفسكم كلكم قاعدين في غرفة واحدة لحد الآن وإن كانت في تغيير في المشاعر لحد الآن كلكم قاعدين في غرفة واحدة أو في بيت واحد إذا أطلقنا إذا أطلقت أنت هنا نوع من التحركات أو الردود عندك رد عندك إصابات عندك رح تهدف على هذا الطرف رح يكون بمثابة الغاز اللي تطلقه في هذا البيت الغاز مثلا اللي يسيل الدموع الغاز اللي يستخدم من أجل أنه يشل الناس ويعميهم هاي النوع من الطاقة ما تقدر تأذي هذا الشخص لأنه لحد الآن في بينهم أحس أمور قانونية متوقفة متعلقة أمور اجتماعية متعلقة لحد الآن في بينهم نوع من الرسمية أمام الناس أنا هنا في شيء خصطاقة أمام الناس ستة الأخصان فما تقدر هذا مو سهم اللي عندك أنت الحين تملك صح قلب هذا الشخص شريكك ولكن ما عندك لحد الآن سهم سيف توجهه تجاه شخص معين له وهذا الطرف وتأذي فيه عندك غاز الغاز إذا أطلقته رح يصيب الأبرياء أنتو الأثنين وأيضا رح يصيب هاي الشخص اللي هو أساسا يكون هدفك فلازم تفهم هذا الشيء أنه رح يكون خسارة ولكن أنت لك أنت أيضا مع شريكك من أجل ذلك شنالتاري قاعد يقول لك هذا ليس الوقت المناسب من أجل المواجهة من أجل التهديف انتظر حتى يصير عندك على قولتهم هدف واضح أمامك تحتاج مسدس تحتاج قوس تحتاج سهم تحتاج موقف معين إذا أخذت فيه نعم حركة تجاه هذا الطرف الثالث ما يقدر ولا بأي طريقة أن يرجع يأذي شريكك ويأذيك لأن حاليا لحد الآن في بينهم معاطفيا في بينهم نوع من الأبناء من الحضانة من الناس المجتمع لحد الآن فيه توقعات بحيث أن إذا دخلنا صدام مع هذا الشخص بسبب مشاكل لشريكك ولك أنت بعد كل اللي لازم تسوي يمكن حتى في بينهم مشاكل مالية قضايا محاكم لأن أنت عنديك هنا ملكة الأرض وشريكك عند خمس الخماسيات ولكن معكوسة اللي أبي أفهمك إياهني خصوصا إذا كانت أمور مالية وأمور بخصوص في المحاكم أوكي ما لازم تسوي ولا شيء كل المطلوب منك في الفترة القادمة توفير الدعم كل التفاني اللي سويته قبل اللي حين قاعد تحصد ثمارة هذا هو المطلوب منك لا أكثر ولا أقل دعمك المعنوي دعمك النفسي دعمك الشخصي مو دعمك بالأموال أو المواجهة أو التحرك المباشر أو عن طريق أنه أنت أيضا تروح وتعين محامي رح تقول لك ما رح تنجع مو هذه الفكرة الطاقة قاعدة تقول لي رح يأتي نوع من الطشار أو الشرار اللي يصيب أيضا هني الشريك أوكي فوإن كان مؤقتا في الفترة القادمة عندك الهيرمت رح تضطر أنه يكون في نوع من تمثل على الأقل تمثل أن أنت مو موجود في الصورة هذا هذا اللي يقول لي هني الهيرمت أنه وإن كنت موجود وعارف أنك موجود بقوة في حياة شريكك محتاج ما تصدر على الأقل ردة فعل تجاه الاستفزازات اللي رح تأتي من هذا الجانب من هذا الشخص هنا حل ننتقل إلى طاقة شريكك عنده الأخ طبوط الأخ طبوط له دلالات ويد في كروت الطاقة الحيوانية هنا دلالته مشتت قاعد ينسحب تخيل من كل يد قاعد ينسحب أحس أنه في الفترة القادمة خصوصا الالتزامات دخل فيه التزامات كثيرة مع هذا الشخص أو متوقع منه في مجتمعه بين أهله بين أصدقاء في مكان عمله أنه يرضي هذا الشخص لحد الآن متوقع منه لحد الآن قاعدين يجرونه سواء يجرونه في محكمة يجرونه في مركز الشرطة يجرونه عن طريقنا يلومون الناس فيه لوم قاعد يصير على شريكك هنا شونه لازم تسوي الدعم المعنوي أنت بمثابة الأنكر اللي يسمونها المرساة قوي شون المرساة؟ مرساة حجمها وائد أصغر من السفينة ولكن قادرة على تثبيت سفينة وباخرة هائلة الحجم لا تستهين هنا يقول لك لا تستهين بدعمك النفسي دعمك النفسي وهو موطن قوتك اللي راح تقدر تقلب فيه السحر على الساحر اللي راح تقدر تشجع شريكك على الانتصار شريكك حاليا على الطريق الصحيح خصوصا ماديا وإن كانت حاليا تحس أن الأمور معقدة متى راح ينفصل شنون راح يرتب أمورها لا تحاتي الكرودي هنا قاعدة تقول لي قدامي لا تحاتي لا تقلق إذا انت قلقت شريكك راح يتأذى إذا انت قلقت أو بتديت تخاف أو بتديت تحاتي علاقتك مع الشريك راح تتأذى ثباتك النفسي المادي بجميع نواحيك ثباتك اتزانك وهو اللي راح يساعد شريكك إذا فعلا أنت بتساعده مو المساعدة المباشرة تعال خلني أدفع عنك فلوس تعال خلني أوكلك محامي مو هذا المطلوب منك عشرة السيوف ولكن هذا الكرت أيضا طلع مقلوب قلت لك شريكك انتهى من هذا الشخص نفسيا عاطفيا بينه وبين نفسه خلاص قرر ولكن لحد الآن في نوع من الانتانجلمنت في أمور عالقة ما يقدر بس ينسحب منها تخص الأهل تخص المجتمع مثل ما قلت لك فهاي الأمور والاستفزازات على وشك أن تنتهي ولكن مش لحد الآن الأمور المادية راح تتحسن عند شريكك في الفترة القادمة ما أحس هذا الشخص حاول من أحد أساليبه وتكتيكاته أنه أيضا يستنزف شريكك ماديا أو يستحوذ عليه ماديا يمسكه من اليد اللي تعوره يمكن أن هذا الشخص متمكن ماديا أكثر أو كتب كتب عقد الزواج كتب عقد الشراكة عقد العمل بطريقة مع شريكك بحيث أن شريكك يكون مقيد الأخطبوط على كثر أيادي أحسني مقيد ولكن الأخطبوط جدا ذكي أنت لا تستهين بشريكك لا تستهين فيه لأن على وشك شفتوا التجربة اللي يحطون الأخطبوط داخل قنينة ويغلقون عليه يغلقون عليه يلفون القنينة كذا مرة ولكن الأخطبوط يوجد طريق عشان يفتح على نفسه يقعد يلفها يلفها لما يطلع لا تستهين من الحيوانات جدا ذكية نعم غلط اجتماعيا ذكي خصوصا في العمل والأموال لا تستهين فيه على وشك أن يغير حياتي لأن هذا الكرت لو كانت ذي بيكون عندي شيء أقلق منه ولكن طلع معكوس يعني رح يقدر يرجع نفسه أفضل من السابق وحتى لو كان يقعد معك ويشتكيلك لا تساعده ماديا اعتنب نفسك أنت ماديا قهوة بروحها رح يتمكن أن يرجع نفسه أفضل بكثير من السابق وايد رح يصير وضع المادي زين أربعة السيوف تقول لك أنه قهوة وإن كان بصعوبة ولكن رح يحصل نوع من الحصانة ونوع من الانتصار بين الناس انتصار على انتصار على هذا الشخص انتصار في المحكمة انتصار عرفت هاي نوع من الانتصارات خصوصاً إذا انت فهمت شريكك انه مهم جداً أنه حتى أهوة ما يصدر ردة فعل تجاه هذا الشخص يقول لك حتى الحيوانات في الغابة وهنا عندنا مفترس حتى الحيوانات في الغابة نادراً ما تهاجم شخص اللي يمثل إنه ميت خصوصاً إذا ما كانت جائعة فهمة لما هني هذا الطرف الثالث ما يقدر يستفز منك أو من شريكك ردة فعل وهو بروحها رح ييأس ويستسلم ويتملل الألم اللي يريد أو التفرقة اللي يريد أو ناوي إنه يسويها بينكم هني رح ترجع وتعظى وهو مو أنتو رح يرجع الأذى للشخص اللي يتسبب بالأذى وهو هذا الطرف الثالث يحاول إنه يتلاعب عندنا هني الساحر هذا من أكثر الكرتات اللي تكررت عندنا في قراءات العلاقة الثلاثية لحد الآن بعض القراءات كان التلاعب كان ضروري للأبراج إنهم يستخدمون نفسهم طاقة التلاعب من أجل حماية نفسهم عندهني التلاعب طالع عند الطرف الثالث أحسن مو تلاعب كثر ما طاقة يمسكها من اليد اللي تعورها يمسكها بكذا أسلوب أول شي بالخماسي عن طريق الالتزامات المادية يصعب عليه المادة يصعب عليه يطالب بالمزيد من الأموال الغصن لأن الساحر عنده كذا مجموعة الغصن شلون يستفد شريكك بالغصن عن طريق إنه يكون فيه الكثير من الدعاوي والدعوات الكثير من تعال سوتي ذي ما قمت بالعمل بالطريقة الصحيحة أوكي الطلبات طلبات هذه القصن الماء أوكي طاقة التلاعب نتلاعب بالناس شلون طاقة الماء نحسسهم إنه لحد الآن نحبهم إنه لحد الآن فيه نوع من الرابط بيننا والسيف آخر شي الكلام اللي يقوله بين الناس وهني عندنا هذا الكرد ستة الأقصان دائما أقول لكم المتوج أمام الناس من أخطر الأساليب عشان شدي أقول لك السكوت في الفترة القادمة رح يكون أثمن من الذهب وأغلى من الذهب لك ولشريكك لأنه لما نرجع هني حق طاقة السيف تشوف أكثر وايد كارتات هني عندكم فيها سيوف اللي رح يقسم ظهر البعير مو عن طريق الأموال أو الأقصان أو الماء عن طريق السيف لأنه أكثر شيء هو قاعد يتمكن منه طاقة السيف طاقة اللي أمام الناس يتكلم عن شريكك يحرجه أمام أهل أمام في مكان العمل أمام الأصدقاء أمام الناس ويحرص أن يكون في الكثير من الجماهير الكثير من الناس الحاضرين ويسوي موقف جدا محرج فجدا مهم نرجع للنقطة اللي أنا قلت لك إياها لشلون يقدر يحرج شخص أورادي ما قاعد يعطي ردة فعل رح يحاول مرة ومرتين وثلاثة عندنا هني ثلاثة ثلاثة السيوف رح يحاول كذا مرة ولكن بعد ما يعرف ويؤمن إنه ما يقدر يستفز لا منك ولا من الشريك ردة فعل اوكي اهني رح يستسلم بروحة اهني رح يكون استسلام للخصم أعيد وأكرر اخذوا الجانب اللي تحسونه من القراءة اللي يناسبكم ممكن في ناس مو من برج الجوزاء يايين طالعون قراءة برج الجوزاء ممكن هذا الجانب هو اللي يناسبه فاحكسوا القراءة اللي يناسب وضعكم مع الشريك ولكن ضروري جداً أنبهكم إن شريككم خصوصاً مادياً على وشك إنه يغير وضع جداً للأفضل عاطفياً لحد الآن أنت المرساة أنت اللي موطن القوة لشريكك أنت اللي تقدر التعقلة تفهمت وعيه إنه دام ما تصدر منك ردة فعل لأنه تشوف هنا في محاولات استفزاز وهذا الشخص هادئ ويتأمل دام إنه ما في ردة فعل دام إنه ما في تفاعل ما رح تضل المحاولات قائمة هل يزيبور جداً؟